نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على النبي الأكرم مرحبا بكم متابعين الكرام في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يوم ما يستبت أربيع على هواي مباشرة ليغذي عقولنا ويمتع نفوسنا مع فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن سالم البطاطي حياكم الله شيخنا وعلي حياكم بياك أولدي سلامك الله نرحب أحزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواسط الذي يظهر لكم على الشاشة نهضة شيخ ناسات المتابعين نعم هذا أخونا يسأل ويبدو أنه أحد المؤلفين نعم يقول من لم يجد دار نشر تطبع له كتابه الله المستعمل هل ترى أن ينشر كتابه إلكترونيا الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله وعلى الله وصحبه ومولاه أما بعد والله هذا يولد شكوى عامة يعني الآن صارت طبعا دور النشر هم معذورون من جهة والجهة التي هم معذورون منها أنهم في الأخير تجار وراس المال سوف يخسر انطبعوا لكل أحد ما نقول يطبعوا لكل أحد لكن هناك بعض الكتب المحررة والأبحاث النفيسة دور النشر تعتذر عن طبعتها لأنها ليس لها سوق ترى هذا هو فقط الرد وإلا لو كان له سوق وإلا فإنهم يطبعون لما هو دونها لأنه لها سوق هذه هي المشكلة هذه إشكالية كبيرة نجدها في عالم النشر إلا ما قلأ فإن أحيانا بعض الكتب طبعا بعض الأبحاث والكتب التي تكون متخصصة ودقيقة تطبع ترى هما تطبع لأجل العلاقة الخاصة بين الناشر وصاحب الكتاب بينهم علاقة صحبة شيء من ذلك أو أنه وجد داعم يدعم التباعة الكتاب شيء من المؤلف أو غير المؤلف وإلا فإنهم يعتذرون كثيرا فإن كان الكتاب هذا طويلا هذا زود زود يعني فالمقصود أنها شكوى عامة في الأخير هم يلامون لأجل أن القضية قضية راس مال ينبغي المحافظة عليه لتدار في مثل الكتب التي يمكن طباعتها ويستمر المكتبة يعني هم في هذه الجهة لا يلامون يعني بهذا النحية يبقى هنا يأتينا ضرورة دور الأوقاف والمتبرعين والمساهمين والمموولين ورجال العمال في المساهمة في طباعة الكتب التي تعجز عنها دور النشر إما لطولها أو ثقلها أو تتراجع عنها لأجل هذا الموضوع ذكرنا قبل قليل الآن يأتي الأمر الثاني الآن وهي مسألة من لم يجد ما دار نشر تطبع له وعرضها وحاول لم يشمل بسبب لازم المحاولة والتكرار يعني لابد منها لأنه قد لا تعدم ناشرا يمين أو شمال فإنه حينئذ وليس عنده ما يطبع به الكتاب يعني هو نفسه ما يملك قيمة الطباعة أو هو لا يريد أن يحتفل بكتاب هذا مشكلة ترى لو كان واجدا ولم يطبع بكتاب هذه إشكالية يعني نقول للإخوة مدام أنت أغناك الله وعندك ما تطبع به كتابك أعز كتابك اطبع الكتاب على ماله يبي بفلوسك يعني إيش الإشكال وخليهم يأخذوا نسبة من التوزيع وانتهينا يعني وهذه ترى دور النشر تفرح بها مدام الناشر أو الطابع الطابع آسفة المؤلف والمحقق سوف يطبع الكتاب على حسابه ترى كل دور النشر ترحب بذلك لأنه ما هتخسر شيء ثم بعد ذلك إذا ربت التوزيع لها نسبة التوزيع وانتهينا يعني هذه ممتازة إذا كنت قادرا فلا تجعلهم يتدللون عليك واشترطون عليك اطبع وانت ماشي ولا يردك أحد في هذا الباب بقي الأمر الأخير وهو أنه لا يجناشرا يطبع له وليس عنده ما يطبع به الكتاب حينئذ هل ينشره الكترونيين أو لا نعم حتى لا يبقى حبيثا عنده ويستفيد منه قدر الطاقة وهذا باب ولله الحمد من الأبواب جعل الله فيها فرج أن تنشر الكتب أكترونيا من أصحابهم ويخرجونها وحينئذ ينتفع بها الخلاق لكن انتبه سيترتب على هذا إضعاف قبول الكتاب نشره ورقيا لأنه حينئذ دون نشره خلاص ماذا ملوشة أكترونيا ما عاد أحد يريده ويلتفت إليه فهذا مما ينتبه أنه سيترتب عليها مثل هذه المفسدة أو مثل هذا مع السيري مغري الكتاب خلاص انتشر وعرف مع العلم مع العلم أن هناك مرحلة قد تكون يعني وسط أو طريقة وسط الآن وجد عندنا من يطبع على قدر الطلب يعني فيه جهات وهي قليلة جدا صارت وتتواجد في معارض الكتاب خاصة معارض الرياض وجدناه وعرف جدة وجدتها تطبع الكتاب توجد الكتاب تعطيها ترونيا وهي تطبع ورقيا للطالب والله هذا الكتاب يطبع كتاب مطبوع بمجلد بغلافه بحسب الطلب والله الكتاب عشر ريال عشرين خمس بعشر أي مكان وحينئذ بالطلب اللي يعطيها الكتاب بتطبعه أو تعطيه مباشرة هذه فكرة ممتازة في فكرة ثانية أيضا أنه بعض الدارات المطابع صارت تطبع بالكميات اللي هي حسب الطلب 30 نسخة 40 50 يسموها طبعات ديجيتال هذه السريعة برضو الطبعة هذه فكرة ممتازة وهي أيضا تخفف على أصحاب دور النشر بدأ من يطبع الكميات الكبيرة أي تطبع كميات مختصرة صح الكتاب الثرغالي يعني بهذا الطريق يغلع الكتاب هذا طبعات قليلة عدد النشر قليل لكنها أيضا مسألة وسط أحسن من أنه لا يطبع بالمرضى أو أنه يكون في الأكترونية فقط يعني هذا الوسط طيب في فكرة أتمنى أنها تجي السبيلها ويصيرها مثل المخرج لفتر هذا الحالة إن شاء الله الشيخنا أيضا يلبه إذا نشر الأكترونية أن يرسل نسخة إلى المكتبة الشاملة بحيث يستفيد الباحثين كثير الباحثين يستفيد من كتبتي في الشاملة ولا يدري عن بعض الكتب التي هي خارج الشاملة يعني هذا قصور لأنه ليس تكون لكتب الشاملة هذا من جهة لكن هو يهمه الآن انتفاع بكتابه فيرسله للمكتبة الشاملة مدام نشره أكترونيا مدام نشره أكترونيا فلا يبخل على حد لأن الأكترونيا معناها تتارك للجميع هذا معنا أكترونيا مدام ذلك يدل قدر مستطاع الباحثين ومن عنده يجمع مثل هذا الكتب يدلهم عليه حتى يكون ضمن المجموعات نصلى التوفيق للجميع نبدأ بسم الله هذا سلمك الله أحد الأبحاث التي حاول صاحبها وهو أخونا الحبيب فضيلة شيخ الدكتور يحيى ابن إبراهيم خليل ابن إسحاق وفقه الله أن يجلي قاعدة مهمة جدا تعتبر من الضوابط العامة في شريعة الإسلام وهي قاعدة فهم السلف الصالح لنصوص الكتاب والسنة هل فهمهم حجة أو لا هل لهذا الفهم ضوابط وقواعد ينطلق منها ما الأدلة على ذلك ما الجواب عن الإشكالات المثارة حولها وشيء من هذا القبيل سمى كتابه قاعدة فهم السلف الصالح مفهومها حجيتها الأثرها الأسئلة الواردة عليها أثرها والأسئلة الواردة عليها لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور يحيى ابن إبراهيم خليل ابن إسحاق وفقه الله طبعا هذه اللي تبعين شايفوا بن مستطيل أنا دراسة تأصيلية التطبيقية علمية مختصة آسف علمية ممتعة يكتب لأول مرة على هذا التأصيل والتطبيق أنا ما دي هل هذه من المؤلف أو لا يعني أولنا من الناشر الله أعلم لكنها موجودة في الغلاف والعادة نقرأ ما في الغلاف فهي يعني لم يعني بهذه الساعة وهذا التطويل ومحاولة الاستقراء ومحاولة الجمع من كتب أهل الاعتقاد والفقه والأصول والنصوص الشرعية وغير الكتب هذه يعني عند فقال الحديث وغيرهم يعدوا من الكتب الجوامع في هذا الباب بل هو من أوسع من جمع النقول هذا الكتاب حافل بالنقول هذا الكتاب صاحبه وهو أخونا الحبيب فضل الشيخ الدكتور يحيى وفقه الله جاء إلى هذا البحث الذي حاول فيها أن يجلي هذه القاعدة وهي قاعدة مهمة قدمها بقرابة 26 نصا نقلوا نص أو شيء بدأ بابن عباس رضي الله عنه وانتهى بنقل عن عبي الحسل في أهمية التعويل على ما فهمه الأوائد من الصحابة رضي الله عنهم ثم التابعين بعد بهابها الطريقة ثم بدأ يتكلف مقدمته البحثية وقسم كتابه إلى أقسامها أولها كان مسألة التمهيد الذي هو فيه بيام مكانة السلاف وأهميتهم وخصائصهم وضوابطه وشيء من ذلك والقاعدة أهميتها ثم قسم الكتاب إلى ثلاث أبواب أما الباب الأول وهو قد تعنى له وأطال فيه الكلام وهو الاجتدلال على حجية هذه القاعدة فإنه أقام الكتاب أصلا على ذلك فقال الباب الأول في حجيتها وتحتها فصلا فصل في الأدلة النقلية وفصل في الأدلة العقلية أما النقلية فجعل كل مبحث منه يتناول جزم النقلية مثلا المبحث الأول الدلالات القرآنية على ذلك الثاني الدلالات السنة النبوية الثالث الإجماع ولما جاء إلى الإجماع بدأ يتكلم عن المنقل من الصحابة ثم التابعين ثم المنقول عن المذاهب الأربعة وخص لكل واحد منهم بمبحث يعني المنقول عن الأحناف في هذا الباب شوفوا شكتب يؤصل عندهم تأصيل القاعدة شوف تأصيلها قاعدة عند الأحناف استدلاله الأحناف عليها في أمور الاعتقاد استدلاله في القضايا الفرعية العمل بها عندهم ردهم على المخالف بهذه القاعدة والتماشي هذا عدد من الفروع تحت هذه المطالب وهذه المسألة ثم جاء بعدهم إلى هذا المالكية والشافعية والحنابلة ثم إلى الآخر العلماء المجتهدون وساقها تحت وجملة مثل ابن عبدالبر وغيره من الأئمة وساق كلامهم في هذا الباب وفقوا الله الفصل الثاني ما يتعلق بالأدلة العقلية وهنا تحت ثلاث مباحث تكلم عن مسألة خصائص السلف وميزات السلف وما كانوا يختصون به وقاعدة ما لا يتم الوجب إلا به لواجب الثاني الباب الثاني وهو المجال التطبيقي في العمل بالقاعدة أو الإخلال بها وما يترتب على الإخلال بها وهنا قسم إلى ثلاث فصول فصل يتعلق بالجوانب عن الحراظات التفسيرية إذا أخل الأخذ بهذه القاعدة وتحتها المباحث ذكر كل نوع من الإخلال في مباحث مثلا تفسير الخوارج تفسير الشيعة تفسير المعتزل تفسير الأشاعر تفسير الصوفية إلى حتى وصل تفسير العلمي الحديث والإخلال بمثل الفهم يأتيك بنمادج ينقلك من كتبهم ثم يقول لك شوف إخلالهم بفهم شوف كيف فهم السلف يقول لك على الأئمة من كلام الجري الطبري وغيره من الأئمة السلف مما ذكروا التأسير الصحيح الفصل الثاني أثره على بواب الاعتقاد وهذا طويل وهو يعد من الآثار الظاهرة جدا في هذا الباب وهنا قسم مثلا أثره على الإيمان بالله الأسماء والصفات الربوبية الألوهية ما يتعلق بالكتب والرسل وهكذا والقضاء والقدر قضاء الإيمان المعروفة والتماشي ثم بعد ذلك ما يتعلق في الفصل الثالث والأخير على السنة والبدعة قضاء السنة والبدعة وأما الأخير الباب الذي عندنا فهو الأسئلة الواردة على هذه القاعدة والجواب عنها والحقيقة هذا الباب بالذات يعني اختزل فيه الكلام جدا حتى أنه ما كتب فيه إلا عشرين صفحة تقريبا وحتى العشرين ليست على طريقة المباحثة وإنما جواب الشبهة كذا الشبهة الأولى جواب كأنها يعني أشبع منكم بالفتاة وأكثر من كونها بحثا يدلل ويستدل ويذكر القول وآثاره من نقل أو شيء من ذلك على طريقة يبحاثه السابق يعني وفقه الله والكتاب فيه مجلدين ضخمين كما ترى وهو حافل بالنقول عن الأئمة وفقه الله فيه مجلدين ضخمين مصدر الدر الصميعي هو بعد ذلك جاء واختصر الكتاب في هذا المختصر هذا المختصر وسماه مختصر قاعدة فهم السلف الصالح مفهومها حجيتها أثرها لسل الوارد عليها لنفس المؤلف اختصر وعد عمل حسن للكتاب طويل قرابة 900 صفحة تقريبا أو التقل قليلا وهذا المختصر قليل في مجلد اللطيف لأخينا الحبيب فضيلة شيخ الدكتور يحيى بن إبراهيم الخليل بن إبراهيم خليل بن إسحاق وفقه الله واختصر على لكن هذا جرتها من الأبواب جعلها سردا سردا ولا أدري لماذا لم يكتب مقدمة للمختصر حتى يذكر فيه طريقة الاختصار وإنما جاء بنفس الكلام مباشرة هو أعمل الاختصار مباشرة من أول مقدمة بحثه الأصل ثم والتماشي حتى حذف الأبواب وإنما مباشرة هذا اختصار للكتاب جعلها أشبه ما يكون لمن أراد أن يراجع وهذا جميل لأنه مثلا الأدلة التي أوردها في الباب الواحد وهي متشابهة يحتاجها المطول المختصر يجمحها ويضغطها في استدلان واحد ويجمحها في سرد واحد بهذه الطريقة وفقه الله وبارك فيه الكتاب أيضا المختصر مصدرات دار الصمعي هذا الذي عبارة عن رسالة علمية وهي حقيقة رسالة حافلة فإن صاحبة تعنى لهذه القضية وراجع فيها المصنفات التي كتبت قديما وحديثا ثم راجع الواقع المعاش عند القبائل فيما سار عندهم من الأعراف التي تخالف الإسلام وقت تقابل مع شيوخ القبائل مع الذين لهم اختصاصهم بهذا الشأن مع بعض الجهات الرسمية وغيرها مما لها اختصاص أيضا وهكذا حتى التم عنده مجموعة كبيرة من القضايا التي تحتاج إلى الدراسة وعادات القبائل قالت هو دع لها قسمان قسم موافق للإسلام وجاء الحفظ به مثل إكرام الجار إكرام الجار إكرام الضيف وأشياء والشهامة والنخوة وهذه لا أشكال فيها كلامه فقط عن ما جاء عندهم واستقر عندهم وصار يعمل بها وهي مخالفة للإسلام والشريعة وهي محل الدراسة هذا في البحث الماتع الذي سماها الأعراف والأحكام القبلية المخالفة للإسلام خطرها ومنهج الدعوة في إبطالها دراسة عقدية باين لكم إن شاء الله دعوية تاريخية أمنية لأخيرنا الحبيب فضيلة شيخ الدكتور سالم بن يوسف سالم بن سيث بن سعد آل جربوع وفقه الله والحقيقة أن مراجعه ثرية رجع على قرارة 650 مرجعا ثم هو بعد ذلك وفقه الله جير يعني واضح أنه صاحب اهتمام وصاحب ممارسة في هذا الباب لأن يعني الواضح التطبيقي الذي زاوله واستفاد من الإخوة الذين مارسوا واضح جدا في الكتاب جزاء الله خير وقسم كتابه إلى هذه الأبعاد خلنا نشوف في الرحمن الفهرس الإخوة يصورون ورانا هذا سلمك الله قدم مقدمة تمهيدية فيها التعريف بما يحتاجوا إليه تعالي إلى تعريف الدول لكن همنا نحن التعريف جاء الفصل الأول وجعله خاصا كما ترى هذا الباب الأول جعله خاصا إلى الأعراف والحكام القبلية لدى بعض القبائل وبدأ يتكلم فيها فصلان الفصل الأول يعتني بالجانب التوضيحي ما معنى الأعراف المراد بها وضوابطها وأشياء وأنواع وتقسيماتها شوف لهذا كلها من باب التحضير لهذه القضية حتى يميز بعد ذلك بما هو من الأعراف مقبول وما هو ليس مقبولا وقس على هذا جمجا إلى مفاهيم وأشياء يتعلق بها مطالب عندنا وأطالة في هذا الباب وفقه الله إلى أن جاء بعد ذلك إلى جزاء الله خير إلى المطلب المبحث لهذه هذه أولادي لما نقول لك تمييز الأبواب عن الفصول مهم جدا في النظرة السريعة حتى يعرف بعد ذلك ما الفصول وما الأبواب وتضمنة الفصول وشيء من ذلك هذا بعد ذلك جاء عندنا طبعا كانت تحتها ثلاثة فصول بعد ذلك العراف المخالفة الإسلام بيان وجه المخالفة فيها وتكلم عنها ثم جاء الباب الثاني عندنا هذا الباب الثاني هذه خطورة الأعراف القبلية المخالفة للإسلام وتضمن تحت ثلاث فصول خطورته على أبواب الاعتقاد وخطورته على أبواب المجتمع وخطورته على قضايا الأمنية وهذه الثلاثة كل واحد منها يأتي بنماذج منها ويبين وجه الخطورة وينقل من الوقائع ومن فتاة وأهل العلم وتكييف الفقه عند كتب الفقهاء ما يدلل على ذلك بها والأخير عندنا الباب الأخير الباب الرابع والثالث وهو آخر أبواب الكتاب وهو القضايا الدعوية في محاولة إبطالها وتخفيفها وتخفيف لأوائها فذخر عندنا في هذا الباب الثالث ما يتعلق به الوسائل والأساليب والنماذج التي تعلق بها وسائلها وما يحتاج إليها وشيء من ذلك يعني الله يديه لما أحال الطباعة تذكر وديه قلت لك الطباعة فن الطباعة فن لأنه التمييز بين الفصول والأبواب والإخراج يحتاج إلى أن يكون واضحا جدا والمقصود أنه ذكر من الأساليب والوسائل وما يترتب على ذلك شيئا كثيرا وفقه الله والكتاب مجلد ضخم أكثر من قرابة 900 صفحة من إصدارات دار الصمعي هذا سلمك الله كتاب فيه وجع راس دائما نحن الكتب فيها صاحبها لأصحابها يشاغبون فيه شغب نسميها وجع راس لأنها تأتي إلا تثير الردود وتثير الاستياء من قبل المتخصصين لأنه يخالف السائد والمشهور والمعروف والمقرر ودائما من يكتب في ذلك يحتاج إلى أن يكون إلى أمرين الأول أن يكون هو نفسه من أهل الشأن وإلا كيف يكتبون ما يدري عن هذا العلم وهذا المسألة والتخصص والأمر الثاني واسع لإطلاع بحيث يكون على دراية حقيقة بجوانب المقضية والمطروحة التي يؤلف فيها هذا الكتاب عبارة عن أبحاث دعنا نقرأ عن عنوان الكتاب عنوانه حتى عنوانه مثير المسائل الكبرى التي خالف فيها القراء المتأخرون إجماع المتقدمين من القراء شوف 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 إجماع المتقدمين من القراء الجو بعد ذلك خالفوا كان ما عليه إجماع المتقدمين هذا الكتاب لأخيرنا الحبيب فضيلة الشيخ صالح بن سليمان الراجحي رحمه الله توفي من سنة ونصف تقريبا أو شيء من ذلك وهو كان معلم متقاعد وهو أيضا أصله أبحاث نشر في ملتقه للتفسير وحصلت ردود ومنازعات وأشياء من ذلك ثم أخذ الجميع وهذب ونقح وجمعه في هذا المجلد الضخم ومات قبل أن يظهر سلي من الطبعة ومات رحمه الله قبل أن يرى كتابه مطموع رحمة الله عليه وهو في هذا الكتاب لم يذكو في المقدمة أنه كان من أهل الاختصاص يعني هو أصل ليس من أهل القراءات فكيف يرد على أهل القراءات وهذه إشكالية عندنا لأن إذا كنت من أهل الصنعة فهمت الصنعة إذا ما كنت منها الصنعة كيف تفهم الصنعة كونك تقرأ كتب تطلع تستنبط تستخرج هذا ليس كل ذكي يتجاسر على كتب أهل الفن ثم يخرج لنا قواعد ولا أشياء ولا يبطل ماهم عليه بحجج أخرى لا أصلاً ما في أحد ما يستطيعتي بحجج ويبطل أشياء ولا يستدرك ولا شيء لا الكلام لو كنت من أهل الصنعة وتعرف أدما داخلها وأسرارها وكيف قامت حينئذ يقبل منك القول أنت أترى أنت صاحب من أسر البيت أيضاً هو لم يذكر المقدمة أنه صاحب اختصاص أو أنه من أهل الإقراء أو أنه صاحب الإجازات وشيء من ذلك ثم هو أيضاً نفسه لم يذكر أنها عبارة عنها بحاذ شيء وجمعتها لكنه جاء إلى كتابي الضخم الكبير هذا وقسموا إلى قسمين القسم الأول تحته عشر مسائل كبرى يأخذها بالبحث والتنقيب والتحقيق والتنبيش إلى الغاية وهو يقول حجتي في ذلك ما جاء عند المتقدمين والمتاخرين يقصد بهم ترى أبو عمر الداني وما بعده يعني أبو عمر الداني مع أنه توفي أربعمائة وشوي أربعمائة واربع واربعين وما بعده أما من قبله ويحتاج بما عليه الصحابة والتابعين حتى بعض الأئمة من المتقدمين اللي هم من أصحاب الحديث وغير وأصحاب الإقراء وهو أشياء المقصود ثم بعد ذلك هذا عشر مسائل كبرى كل واحد يأتي بالمسألة ويأتي ويصورها ويأتي بمدخل لها وتمهيد ثم يأتي بالأدلة على ما طرحه ويأتي بالاعتراضات ثم يجب على الاعتراضات والتماشي طبعا هو يعول كثيرا على الجانب التاريخي في هذه القضية وكيف الأمر كان عند الصحابة والتابعين في قضية الإقراءة والقراءة بعد ذلك القسم الثاني جعله فيه سبع مسائل سبع مسائل هي كبرى لكن خادمة للقضايا الكبرى العشر الذكرها ولا بد من التطرق الأيام مثل المراد بالأحرف السبعة ما هو الاتغام الكبير والأين جاء عند القراءة أصلا والتماشي قضايا كذا كبرى عندنا وضحت وهذا هو سماه المسائل الكبرى التي خال فيها القراءة المتأخرون إجماع المتقدمين من القراء لأخير الحبيب فضيل الشيخ صالح بن سليمان الراجحي رحمة الله عليه والكتاب قدم له بتمهيد يشرح فيه الفكرة وأطال لأنه يحتاج ومتنم تأتي على خلاف المألوف وأتى الحقيقة بكلام لا يوافق أهل الاختصاص الكتاب إنما نعرضه لأجل لا يقرأه إلا متخصص وعالم بالغ من العلم مكانة يعرف حتى إذا نظر يعرف أين مواضع الكلام والرجل في بحثه جات ما هو هذا اللاعب وإن أتى بشدود وإن أتى بما يخالف لكنه رجل جات وهذا الكتاب يُعرض لأجل الحاجة إلى ردي ونقض ما فيه وإلا فإنه عند جماعة من المتخصصين ممن أخذت رأيهم فيه فإنهم يردون يعني كثيرا مما فيه وإن كان عنده أفكار جميلة يقولون شيء من ذلك حتى أنه أبلغوا عبارة سمعتها من بعض الأفاضل والمشايخ أنه لو أراد المستشركون أن يأتوا بما يطعن في القراءات يعني لجأوا بمثل ذلك ووقفوا على هذا وستحسنوا شيء من ذلك وهذا الحقيقة كلمة كبيرة والعهدى على صاحبها لما قال القصد الكتاب كبير والكتاب يحتاج إلى مراجعة ومدارسة ونقض لما فيه والاستدلال على عكس ما ذكر الكتاب من إصدارات دار الصمعي للنشر والتوجيح بالرياض وفقهم الله هذا كتاب ماتع كتاب ماتع لأنه مستوحى أولا من الواقع الثاني الأمة مبتلة به فهو منتشر أصلا بين الشباب والشابات وغير ذلك والأمر الثالث له ارتباط كبير بقضايا الاعتقاد هذا غير قضايا الأحكام الشرعية الأخرى أيضا ما يتعلق به ثم هو له جانب تاريخي مهم المعلومات التي فيه صعب الوصول إليها كون هذا يسر عندك في كتاب باحث هو نفسه يعني ينظر نفسه أو يتفرغ لها هذا شيء إبداع أختنا الفاضلة الباحثة الأستاذة الأستاذة مستورة بحزام المالكي تقول هذا البحث جلست عليه عشرين سنة عشرين سنة وهي تجمع جاءت فكرة من زمان هي تقول هي كانت تحب قضايا الرموز وما الرموز بس ما كانت يعني كانت ما يقع في بالها مسألة على ماذا تدل والرموز كثيرة ومنتشرة قصب بعد انتشار النتو شيء من ذلك المقصود فهي بدأت تجمع في هذه الرموز وتجمع ما يتعلق بها وتاريخيتها ومرادة عند أهل الديانات وعلى أسرارها المختبئة خلفها أشياء من هذه القضايا فجمعت في هذا الكتاب الماتع الذي سمته أسرار الرموز شوف رموز الأديان والثقافات الوافدة أصولها ومعانيها وموقف الإسلام منها لأختنا الفاضلة الباحثة الأستاذة مستورة بالتحزام المالكي وفقها الله والحقيقة أنها تشكر على طبع الكتاب كله من ورق الكوشي لأنه سترى لماذا لأن الكتاب أصلا كله ملي بالألوان شوف لاحظ معي قسمت كتابة إلى هذه الأقسام طبعا التمهيد والمدخل فيها الأشياء المعروفة من القضايا التي يحتاج إلى توضيح بعد ذلك هذه فصول الكتاب أما الفصل الأول طبعا قسمت الرموز على حسب الديانات فالفصل الأول خاص بالديانة الكتابية مبحث لرموز اليهودية ومرحث لرموز النصرانية الفصل الثاني خاص بالديانات الوضعية وتحت أربع مباحث الهندوسية والبوذية والشنتوية والطاوية هذه أربعة والثالث الديانات المنقرضة والفايكينغ والسلتيك والمدريمين وهكذا والفراعنة والرابع حركات معاصرة وأديان معاصرة مثل الماسونية وسحرة الويكا ومدريمان وضحت الأخير عندنا الأحكام الشرعية والفتاوى المتعلقة بهذه الرموز وهذه تقريبا ساقط فيها كلام أهل العلم من الفتاوى كلام العلماء الكبار من المشايخ المتاخرين المعروفين رحمة الله عليهم جميعا هذا الكتاب طريقته أنه يأتي بالرمز شوف يا ولدي بس شوف الأخوة شوف هذه الرموز تأتي الكتاب كله على هذا المنوان كله رمز من الرموز تذكره تذكر خلي بس نشوف إذا واحد تذكر مسمى شو مثاله هذا هذا مسمى الرمز هذا الرمز هذا مسمى تأتي بتبين المراد به على ماذا حتى تأتي بالمصطلح لأنه تقول احتاجت لكثير من كتب اللغات وتأخرت في الترجمات وأشياء لأنه يبعرض من اللغات ثم تبينه مسردا تاريخيا ما المراد به عند أهل الديانة أصلا لماذا يستعملوا إذا له أشكال أخرى تأتي به وهكذا في هذه الطريقة فالكتاب حافل بقضايا التاريخية ارتباطه بالاعتقاد عندهم أنا بس بفر الكتاب وإن شاء الله الأخوة يستمتعون بمثل هذه النظرة لأن الكتاب مليء كل صفحة منه مليء بهذه الرموز أنواع الصلبان وأنواع الصلبان فرحت فرحت يا كتاب فرحة هذه الصور دلالاتها هذه الديانات وما تدل عليه الكتاب كل صفحة منه فيه هذه الصور ودلالاتها ومعناها ومراداتهم وأسرار مختبئة خلفها حتى أنها تدلل أحيانا على وجودها في أفلام الكرتون وجودها في بعض الأفلام في بعض الدلالة عليها يعني إنها جاءت كذا وجاءت كذا المجلات المهتمة بمثل هذه أيضا وفقها الله والكتاب في مجلد من إصدارات دار السميعي وفقهم الله هذا سلمك الله كتاب ماتع أو أصل رسالة دكتوراه أصل رسالة دكتوراه لكن صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالله بن سليم الرشيد وفقه الله الشاعر المعروف والأديب المعروف أيضا وكتابه هذا واضح فيه سعة الاطلاع مع أنه لو أراد الزيادة فيه لا استطاع لكنه يقول هو قال مكت فيه بضعة عشرة سنة في هذا الكتاب يجمعها الفكرة أي شيء يا فردي يقول الشعر العربي قد اهتم بجمعه وجاء من قديم وهم يجمعون في شعر الشعراء من قديم معروف حتى المعاصرون عندهم شيء من جمع الشعر أما النثر يقول قل ما يلتفت إليه والنثر لا يقل أصالة في الفصاحة والبلاغة عن الشعر عند العرب طب لماذا لم يلتفت إليه قالوا طبعا منه الطوين ومنه القصير وشيء من ذلك هو قال لم أجد من يجمعها مثل هذا الجمع عنده الجمع لا نذكره بعد قليل والجمع مهم جدا خاصة للوقوف على أساليبهم وفصاحاتهم وبلاغاتهم لكات مستعملة عندهم فجمع فإيش فعله ولدي أولا جاء يقول إلى عصور الاحتجاج توقف عند القرن الرابع فقبل الرابع فقبل هذا يورد النصوص النثرية التي جاءت عنهم ونقلت عن الأعراب في هذه القضايا أما ما بعده عصر الاحتجاج قال لا خلاص تركها الأمر الثاني فقط نقل من المصادر الأدبية وأما المصادر يقول التاريخية والتراجم والسير والطبقات حتى قال المعاجم اللغوية يقول لما نقول منها ولا يقول هذا النقل لو فتح أوه ما ينتهي أصلا اكتفى بالمصادر الأدبية أمر الثالث هو جاء وحتى جاء وفند الأقسام للكتب فعندنا ويقول مصادر أصيلة كانت تنقل شفاها عن الأعراب تسمح شفاها مثل ابن سلام في الطبقات والأصمعي أو أبو حاتم سجستاني والتماشي بهذه الطريقة ثم يأتي طبقة ثانية بعدهم مثل الجاحض والمبرد وهذه الطبقة اللي كانوا ينقلون ثم تأتي بعضهم ووقف عند هذه الطبقات ونقل منها طبعا الكتب التي جاءت بعدها التي تنقل عنهم وهي أصيلة في الباب تنقل عنهم هذه المقطوعات من كتب اندثرت غير معروفة فهن يأتي بها ويذكر دائما المصدر الأول الذي عنده المقطوعة كاملة كما يريدها ثم يعرجوا على المقاطع المصادر الأخلى فإن جاء من أصلا متأخر مثل الخزانة البغدادي ولا غيرها ونقل منها أو كتاب التوحيدي أو غيرها البصر والذخر وغيرها فإنه لا بد يجد المقطوعة في كتاب المتقدم حتى يدل على أن المتقدم في زمن الاحتجاج وهكذا قصة ورتبها ولا يجعل قسم وضوعات الأول بدأ بالدعاقة الأهمية الدعاة تحته أقسام الثناء على الله الكذا الطلب للحاحل هذا ثم قضاء الاجتماعيات الأخوانيات المدرمن وفي هذه الطريقة الأقسام وتحتها رقمها من أول إلى آخرها ويذكر الغريب إن احتاج فقط وعلى هذا فقسمع مقدمة وسمى كتابه جمهرة مقطعات الأعراب النثرية والمقطعات المراد بها هنا القطع الصغيرة من الكلام وهذا يعني أنه ترك الخطب والوصايا والمواعب قلت فركها طويلة إنما المقطعات عندنا الصغيرة لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور الأستاذ الدكتور عبدالله بن سليم الرشيد وفق الله أصل الكتاب قلنا رسالة دكتوراه ها شوف هذا الأول ما بدأ بالتمهيد فيه التعريفات وبيانات ممتازة تاريخية فيها لماذا فقط وده نظره إلى ذلك وليس إلى شيء آخر ثم بعد ذلك ذكر طبع التصليفات التاريخية ذكر بعض من شار له اهتمام بالنقل النثريات المقطعات من العرب منهج جمعه التوثيق هنا بالتفصيل عنده ثم ابدأ بسم الله هذه هي الجمهرة وهالجمهرة ها هنا أول ما بدأ الدعاء والتضرع والثنى على الله يعطيها رقما وعلى طول مباشرة يبدأ بالنقل هذا المقطع هذا هو المصدر الأول وهذه المصادر الثانوية فإن كان يحتاج إلى بيان غريب ذكر الغريب الذي فيه الكتاب كله على هذا المنوال وفي هذا الكتاب ذكر ما يقرب من ألف وسبعمائة ألف وسبعمائة وثلاثة وخمسين مقطعة نثرية وفقه الله والكتاب لطيف هذا والذي من الكتب لتقرأ في أي وقت وفي أي مكان خاص من الكتب يصلح في السفار يصلح في النزهة يصلح لطيف جدا لأن قصد الوقوف على كلامهم وأخذ الفصاحة والبلاغة منهم مجلد ضخم من إصدارات دار السماعي وفقهم الله أستاذ أنك شيخ ما في فاصل نعم فاصل عزان المشاهدين ونعود إليكم بإذن الله حادث مروع وكوارث مؤلمة هذا ما يقع كثيرا نتيجة الإهمال وعدم الإتقان فالإتقان هو المعيار الحقيقي للمفاضلة بين الأعمال وهو ركيزة التقدم والبناء الحضاري ومطلب شرعي للفوز بالدنيا والآخرة لذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه وليس الإتقان مقصوراً على عمل دون آخر فهو مطلوب في أعمال الدنيا والآخرة معاه قال وهيب بن الورد لا يكن هم أحدكم في كثرة العمل ولكن ليكن همه في إحكامه وتحسينه فإن أحدكم قد يصلي وهو يعصي الله في صلاته وقد يصوم وهو يعصي الله في صيامه ويمكن تحقيق الإتقان ونشره في المجتمع بالعديد من الوسائل منها غرس معاني تقوى الله تعالى ومراقبته في النفوس تفعيل المحاسبة على التقصير والإهمال تكريم المتقنين من مؤسسات وأفراد وإبراز مجهوداتهم والإشادة بأعمالهم ومنتجاتهم العناية بالناشئة من خلال تدريبهم وتحفيزهم على إتقان جميع شؤونهم الاستفادة من تجارب وخبرات الآخرين والتزام معايير الجودة في المجالات العملية والصناعية إبراز القدوات الحسنة التي تتميز بالإتقان والجودة في المجتمع المسلم القيام بحملات إعلامية ودعوية لتأكيد مفهوم الإتقان والتميز وتبقى مراقبة الله تعالى هي الحافز الأكبر والداعم المؤثر في القيام بالعمل والحرص على إتقانه قال تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين نتوقوا إلى العلم من نبعه حيا أهلا بكم متابعينا الكرام مجدد ترحيب بكم شيخنا أهلا وسهلا حياكم بإياك ولدي نعم هذا سلمك الله كتاب يعني طبيعة ملموما لأول مرة كاملا للعلامة أستاذ العربية محمد بن إسعاف أو محمد إسعاف النشاشيبي رحمه الله متوفى عام 1367 للهجرة وهو عالم بالعربية معروف ترجم له المحقق والفقه الله واخونا الحبيب فضيل الشيخ عبدالإلهي بن عثمان الشايع بترجمة مختصرة مختصرة في المقدمة وهذه النقلة سمى الكتابه نقل أو مكتوب هنا نقل الأديب في الداخل نقل بالفتح هو أتى بعرض من الضبط والتشكيل لها والمقصود بنقل الأديب يعني ما ينقله الأديب لا هو ذكروا معناها في كتب اللغة المقصود بها المكسرات والحلوة التي تكون مع الشراب يعني حاجة حلوة يستملح بها ويحلى بها فيما يذكر الإنسان في كلام شيء من ذلك فكرتها عبارة عن منتقيات جميلة جدا لعالم العربية الموشور النشاشيبي كان يستخرج بطول الكتب والمطولات ونشرها في مجلة الرسالة على مدى تسع سنوات من عام 1937 إلى عام 1948 ميلادية وهي سنة وفاة النشاشيبي رحمة الله عليه وهذه بعد ذلك جمع بعضها بعضهم في حيات الطبعة لكنها هنا جمعها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبدالإلهي بن عثمان الشايع كاملة ورتبها أو وضحها هنا كما تركها مؤلفها بترتيب سنواتها طريقتها شوفها ولدي أنه يجعل لها عنوانا كما ترى ثم بعد ذلك هو هو طريقته كذا في الألغاني بالفرج كذا وهي مجرد نقول ما في شيء ثاني شوفها يدعي عنوانا وينقول يعنوانا النقول معنوان أدبية وتاريخية وأشياء بهذه الطريقة وحتى الهوامش ترى له إلا ما كان مختوم بحرف الشين الشايع فهي من تعليق المعتني وقد علق خاصة على القضايا يعني العقدية أو شيء مخالفات أو شيء من ذلك علق عليها وإلا فإن له فقط التوثيقات هذه اللي هي العزو والباقي والضبط وشيء من ذلك والترتيب 955 نقلا وهذا أيضا من الكتب المستملحة اللي تقرأ في النجوهات والمشي والسفر دائما الكتاب من إصدارات دار الصميعي وفقهم الله هذا سلمك الله صاحب وأراد أن يكون الكتاب مذكرة للقضاء والمحامين والمختصين في هذا الباب أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله البخية وفقه الله جاء إلى المبادئ والسوابق هذا عنوان الكتاب المبادئ والسوابق في القضاء التجاري من عام 1408 وهو بداية وجود ما خرج من المذكرات في هذا الباب وغيرها إلى عام 1438 يعني كم سنة؟ ثلاثين سنة كل ما صدر في هذا المجال جمعه على طريقة أشبه ما تكون هي قريب مننا من فكرة القواعد الفقهية هي أشبه ما يكون بالقواء بسماها مبادئ وسوابق مذكورة جعلها على رقم لها ترقيما قسمها طبعا إلى أبواب لكن بعد كل تحت الباب يعطيها رقما الرقم تسمسر من أول كتاب إلى آخرين ويذكل لك في سطر وسطرين متضبا المبدأ الذي هو محل عناية في الجانب القضاء التجاري طبعا نحن عندنا أو شيء ما يخطط بالجانب القضائي ثم جاهل القضاء التجاري نعم كان نموات قانونية لحظة لحظة طبعا هنا أذكر من أين استقاها المبادئ القرارات الصادرة من الهيئة القضائية العليا والهيئة الدائمة والعامة من قضاء الأعلى والمحكمة العليا الصادرة مؤخر مزارة العدل والتماشي هذا كل ما يتعلق فقط بالقضاء التجاري كل ما صدر خلال ثلاثين سنة وحينئذ رتبها أما المنسوخ والمكرر قال حذفوا من عندنا وبدأ يجعل لها بابا شوفوا المبادئ عامة هذا رقم رقم واحد ويذكر لك هذا المبدأ الأول الثاني الثالث الرابع والتماشي وهنا الإحالة على كل ما يذكره من هذه المعلومات الكتاب يا ولدي كله على هذه الطريقة هنا هذه النظر وتعليق منه يحتاج شيء أو ذكر سوابق أو شيء شوفها كل الكتاب مرقم من أوله إلى آخره أكثر من ألفين هو طبعا الحقيقة وانت بتوظروا ما شاء الله سطر سطرين وشيء أشوى لكم بالقواعد الثقية لكنها قواعد خاصة بالمبادئ والسوابق القضائية المتعلقة بالقضاء التجاري أرادها هو 2490 تسعين هذا 2490 مبدأ وقاعدة مما يحتاجها الناظر القاضي المختص بالقضاء التجاري أو الناظر من المحامين وشيء من ذلك في مجلد من إصدارات دار الصميع وفقهم الله هذا أولا صاحبه أيضا أحد القضاء وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ نايف بن عبد الرحمن العنزي قال لما قرأ سير علام النبلة وجد سيرة حطرة لقضاء الإسلام فأراد أن يجمعهم على غراء الكتب التي صنفت لوقيع أخبار القضاء ولغيره من العلماء الذين كتبوا أخبار قضاء العندلس الملقي ومن تماشي فأراد يجمع ما ذكره الحافظ الذهبي في سيرة علام النبلة من أخبار القضاء وتركها وسمه القضاء من كتاب سيرة علام النبلة لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ نايف بن عبد الرحمن العنزي وفقه الله وجعل ترتيبهم على الترتيب الذي ذكره الحافظ الذهبي في كتابي كما هو والنقل والكتاب الترجمة كما هي من أول إلى آخر اللهم أن الهوامش التي هي في النسخة المحققة وهي طبعا مؤسسة الرسالة اعتمد عليها قال خفف من التخريجات وخفف من بعض التعليقات واستفاد منها وأبقى الأمر على ما هو عليه فليس له فيه لمجرد الجمع لاحظ معي يا ولدي يعطيهم رقما كما ترى وهذا اسمه بين السطر المعلما وهنا الترجمة كما هي كاملة طبعا هذا لا بد أن يوص عليه الحافظ الذهبي على أنه كان من القضاء ولي قاضي نياشابور قاضي همدان قاضي المدينة قاضي كذا والكتاب علمه عليه ترتيبا وتنصيصا من الحافظ الذهبي أراد أن يكون أخبار القضاء فقط وهنا فيهر قليل بالفوائد 396 ترجمة آسف 97 هذه آخرة 397 ترجمة من القضاء في شير علامة وبلاء الكتاب في مجلد ضخم من إصدارات دار الصمعي هذا عندنا والذي مجموعة من القواعد الفقهية التي عمل عليها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن سليمان محمد اليوسف وفقه الله هذه الأول عنده قاعدة التابع تابع وهي مشهورة والمتفربع عليها من الجزئيات التطبيقية الفرعية الفقهية كثيرة جدا أتى لها للدراسة لها من جانب التأصيل لها والتنظير والتقعيد مع ذلك التطبيقات عند الفقهة سماها قاعدة التابع تابع دراسة تأصيلية وتطبيقية لأخيرنا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن سليمان محمد اليوسف وفقه الله الكتاب بحثه قسمه إلى بابين وهذا واضح يعني دائما قسمه إلى بابين الباب الأول في التأصيل للقاعدة وهي هذا الباب الأول في معنى القاعدة ودلالاتها وإقسامها وحجيتها وفروع هذا كل الفصول المتعلقة بها وهي فصول ثلاثة للباب الأول ما يتعلق بهذه القضية وهو غالب الكتاب وهو الذي يحتاج إليه لأن فيها خلاف الكتاب فيها كلام فيها شروط فيها ضوابط أما الباب الثاني فهو في الأحكام الشرعية والتطبيقات المتعلقة بها الفصول الثلاثة لأنه يجعل فصل للمحاملات والمعاملات ثم الأحوال الشخصية وتحت كل واحد المسألة المسألة الأولى المسألة الثانية المسألة الثالثة وهكذا يطبق عليها المسائل تفريعا ويذكر الخلاف وشيء من ذلك وفقه الله والكتاب من اصدارات دار السمعين هذا بحث ثاني له وهي أيضا قاعدة فقية مشورة عند الفقهاء مسألة الإيثار بالقرب سماها قاعدة الإيثار في القرب مكروه وفي غيرها محبوب دراسة تأصيلية تطبيقية عندنا الآن القاعدة على شقين الشق الأول هذا الإيثار في القرب مكروه وحيانا تثكن لوحدها هذه والشق الثاني في غير القرب محبوب ولهذا احتاج أن يقسم الكتاب إلى قسمين دراسة تأصيلية تطبيقية لأخينا الحبيب آسف لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ والسادة الدكتور صالح بن سليمان اليوسف ففقه الله وعلى غرار البحث الأول فإنه فعلا قسم الكتاب إلى قسمين وتكلم في هذا القسم الأول ما يتعلق في معنى القاعدة شوف هذه ما يتعلق بمعنى القاعدة وبعد ذلك في أدلة ثبوت القاعدة وذكرها أدلة ثبوت القاعدة الأولى الشق الأولى الشق الثاني ثم عندنا حكم الإيثار وشروطه عندهم سواء في حضوظ الدنيا أو في غير القرب ثم بعد ذلك في آراء العلماء في هذه القاعدة والخلاف بين أهل علم وذكر الأقوال ثم جاء بعد ذلك إلى القسم الثاني من الكتاب أظن هذا القسم الثاني من الكتاب وهو ما يتعلق بالجانب التطبيقي الجانب التطبيقي مهم لأجل أن أحيانا التطبيقات تدلك على شوف حتى القسم الأول له في هذا الشيء في وسط الكتاب والقسم الثاني وهو المتعلق شوف بالجانب التطبيقي هذا القسم الجانب التطبيقي فالقسم الأول جانب التأصيلي والقسم الثاني جانب التطبيقي أيضا قسمها إلى ثلاثة فصول كما ترون القسم الأول الفصول المتعلقة المتفرعة القواعد المتفرعة على القاعدة الكبيرة ثم الإثار وأنواع الإثار وأحواله ثم بعد ذلك أثروا هذه القاعدة على الفروع الفقهية وأتى بنماذج من هذه الآثار وفقوا الله من إصدارات دار الصمعين هل كانت بحثين جمعها لأن وجود الفهارس في الوسط غريب يعني لأن هذا جانب التأسيلي ضعنا كان هذا بحث وهذا بحث ثم جمعها طيب لكن ليت وجعل الفهارس في الأخير هذا أيضا قاعدة أخرى عند الفقهاء وهي قاعدة أهل الرخص تنات بالمعاصي أو لا يعني إذا كان إنسان سافر سفر معصية أو فعل معصية وترتب عليه أنه كان من أصل في أهل الرخصة لو خلى من المعصية فهل يترخص ولا لا هذه مشهورة عند الفقهاء سمى بحثه قاعدة الرخص لا تنات بالمعاصي وهي مشهورة لأن الجمهور على العمل بهذه القاعدة دراسة تأصلية تطبيقية لأخينا الحبيب فضلت الشيخ الأسد الدكتور صالح آسف بن سليمان محمد اليوسف وفقه الله وهذه على غرار نفس الأبحاث قسم البحث إلى بابين الباب الأول جعله في الجانب التأصيلي معنى القاعدة حجيتها أقسامها دلالاتها حكمها والعمل بها والشروط العمل بها ثم بعد ذلك الخلاف طبعا أطال في مسألة الخلاف لأن هذه من القواعد المختلفية بين أهل العلم وهل الرخص تنات بالمعاصي أو لا طبعا هو رجح أن الرخص تنات لا علاقة للمعصية الرخصة بالمعصية إطلاقا ورجح هذا القول مع أنه ذكر أن العلم اختلفوا إلى أقوال ثم الباب الثاني الجوانب التطبيقية وأتى بنماذج حتى معاصرة وفقه الله والكتاب جلء اللطيف من إصدارات دار الصمعي هذا ولدي كتاب يبحث فيه أحد العلوم وهي من العلوم الأصيلة عند أهل الإسلام وهو علم التوثيق وعلم التوثيق والوثائق وشيء من ذلك علم ما زال إلى اليوم آثارهم لكن المقصود بالتوثيقة هنا التوثيق العقود توثيق الأوقاف توثيق المراسيم هذا هو التوثيق كيف كان العلماء يجعلون هذا التوثيق له أصوله وأبوابه وكيف كانوا يعتمدون عليه ويعوينون عليه كيف وثقوا ما جاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وثقوا ما جاء في عهد الخلافاء الراشدين وهكذا عند الفقاء وغير ذلك سمى صاحبه علم التوثيق الشرعي لأخينا الحبيب فضيل الشيخ لسادة الدكتور عبد الله بن محمد سعد الحجيلي وفقه الله والكتاب ها هنا طبعة طبعة قديمة لك هالطبعة الثانية التي بين أيدينا وفيها تعديل وإضافات وشيء من ذلك وفقه الله من التردار السمعين والكتاب تعمى صاحبه خاصة للقضية التاريخية التي تعتني بالجانب التوثيق الشرعي قسموا إلى ستة فصول الفصل الأول خاصته بموضوع علم التوثيق الشرعي والمراد به ودلالات وأدلة المشروعية لهذا التوثيق وعمل أهل الإسلام عليه ثم التوثيق الحقوق الشرعية كما جاء في القرآن وفي السنة وفي عمل الخلافة الراشدة ومن جاء بعدهم ثم تاريخ التوثيق ونماذج وتطبيقات من عملية التوثيق ونقول ثم موجز تاريخي وهذا لطيف ومفيد جدا لعلم التوثيق الشرعي عند الأئمة ثم تحت كل فصل منها مباحث ومطالب والكتاب حافل بالنقول التاريخية وكلام الفقهاء والعلماء في هذا الباب وفقوا الله والكتاب من إصدارات دار أصمعي هذا ولدي عنوانه لا يوحي بمضمونه عنوانه نسوة في المدينة هذا عنوانه وأما الباحثة في أختنا الفاضلة الأستاذة هداء بنت محمد الوهيبي وفقها الله نسوة في المدينة اللي تبادل عندها نسوة قصة يوسف وقال نسوة في المدينة أيوة يعني إنها ستفسر هذه الآية النسوة في المدينة أثر اختلاط النساء بعضهم بعض أو أستاذ بعضهم قضية لا في هذا الكتاب تتكلم عن تعدد الزوجات ولا أدري ما وجه الارتباط نسوة في المدينة بموضوع تعدد الزوجات إمكان أرادت أن توري بالموضوع باب التورية كان إذا أراد غزوة مرة بغيرها حتى لا ينفرنا النساء منه ممكن يعني هذا وارد جزاء الله خير الكتاب بعنوان نسوة في المدينة لأختنا الفاضلة الباحثة الأستاذة هداء بنت محمد الوهيبي الكتاب كله يتكلم عن موضوع تعدد الزوجات قالت أن التعدد الزوجات من فضائل هذا الدين وشرعه وبدأت تتكلم في فصوله التي عاقذتها إلى أول ما بدأت بجانب تاريخي مهم تقول تعدد الزوجات ترى قضية كانت معروفة في الحضارات والأمم قالت إلى اليوم المعاصر ولهذا شاقت قضايا تاريخية في هذا الباب عند الأمم والحضارات حتى عندنا في التاريخ المعاصر ثم جاءت الفصل الثاني وهو أطول فصول الكتاب في تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وماذا كان منهجه صلى الله عليه وسلم في هذا التعدد وهذا أطارت فيه الكلام لأجل حاجة إليه ثم بعد ذلك الفصل الأخير عندنا واقع التعدد اليوم وما جاء فيه من المخالفات جعلت الناس تكره ونساء تكره هذا التعدد والآثار المترتبة عليها والحقيقة ها هنا واضح أن فيها نوع من التقصي للجوانب السلبية والإيجابية في هذه القضايا ومعالجته ومحاولة الإتيان ببعض التقويم لما حصل فيها الكتاب من إصدارات دار الصمعي هذا ولدي كتاب عبارة عن مذكرة لطيفة في التجويد صمتها أختنا الفاضلة الباحثة موضي بنت عبد العزيز علي القبيسي بعنوان وردت للقرآن ترتيلة عنوانها قبسات موضيئة في علم التجويد برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية وهي جاءت إلى مجموعة من كتب التجويد المعاصرة واختصرت منها الكلام لأجل الحاجة إليها واعتمرت كثيرا على الخرارة الذهنية وعلى التطبيقات وعلى الباركود هذا اللي هو الماسح الضوئي لأجل الحاجة إليه في الاستزادة شوفها الكتاب مليء بالخرارة الذهنية ومليء أيضا بالرسومات المقربة اللي يحتاجوا إليها شوفها دي كله وهي قد قالت أن أرادت تقريب شوفها الخرارة الذهنية عندنا كما ترون تقريب وهي يعني مشتهدة في ذلك أرادت أنها تبين بشيء من اختصار قبساته مضيئة في علم التجويد الكتاب من أصدار الدار الصميعي وهذا الأخير عندنا بعنوان طبعا هذا من باب ضبط الحفظ في المتشابهات أو مش متشابهات لأن بعض الناس يشكر عليهم نهاية الآية وبداية الآية التي بعدها هذي أرادت في هذا الكتاب كيف يكون للحفاظ طريقة لضبط آخر آية وأول الآية التي بعدها سمتها كتابه فتح الله عليه أنا والله ما أدري حاولت أطلع يعني ارتباط بين عنوان الكتاب والمراد منهم وبين ما في الكتاب والله ما استطعت إن شاء الله أحد يعرفه ويكتب يعلق تحت المقطع إن شاء الله فتح الله عليك مفاتيحه لتثبيت الحفظ والمراجعة برؤوس الآيات وفواتيحها آخر الآية وأول الآية التي تريها مرتبة حسب الأرباع في المصحف حسب العد الكوفي موافقة المصحف حفظ يعني قلات حفظ حفظ عن عاصم من اعداد أختنا الأستاذ الفاضلة فاطمة عبدالله راشد المفيد وفق الله المقدمة مختصرة جدا فيها لماذا اهتمت بذلك قالت أفكار تسعب ذلك مراجعة الحزاب تنظيم ذلك ذهنيا أسماء الصور وشيء من هذا لكن تعال الكتاب ها الكتاب من أولي إلى آخري بهذه الطريقة كل أرباع على ربع 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 الآية شوف هذه أول الآية مثلا الجزء الأول هذا كل آية تأتي بآخرها هذه الآية الأولى أو آخرها وأولتي بعدها ثم بعد ذلك الآية الثانية والثالثة الكتاب لاحظ من أولي إلى آخري بهذه الطريقة والله يا ولدي كثرة المراجعة والتكرار أنا عنتي أيسا من يحفظ هذا الجداول وشيء من ذلك وفق الله الكتاب بإصدار الدار الصمعي فتح الله عليك شيخنا على هذا العرض لله الجميل وشكر موصول لكم عزيزي المشاهدين نلقاكم في حلقتين قادمة في إذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقا رضا الله في كل حال نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقا رضا الله في كل حال